مرحبا بكم في الفيديو الثاني للمراجعة النهائية باك دوميل فانتكات جماعة باك دوميل فانتكات رحنا نكون معكم ان شاء الله هذا العام بقوة في حل مواضيع البكالورية هذا الموضوع كما راكم تشوفوا هو خاص بجميع الشعب علميين أدبيين لغات لأنه يحكي على الاثكس ان بزنس وفي نفس الوقت خاص بالأدبيين واللغات لأنه يحكي الوحدة نهاية الوحدة الثالثة بالنسبة لهم ركزوا معي مليح واش راح نشوفه راح نشرح النص تعنام كلمة بكلمة فقرة بفقرة أفكار الفقرات كيفاش نحلل النص كيفاش يعطيني هذا موضوع تعباك كيفاش يعطيني باك نتعامل مع النص وكيفاش نتعامل مع الأسئلة لأنه أغلب التليميدي غلطة وغلطة كاريتية واش يديروا يروح يقول لك انا نبدأ بالكيسيون بعدها نشوف النص أنا شخصياً ما ننصحش بهذه الطريقة على الأقل قرر النص منتاعك على الأقل مرة واحدة على البالي كامل لكم تفرجوا لكم تقول اي 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 انا نبدأ بالكيسيون لا 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 هذه الطريقة ما ننصحش بها كما أخبركم ليست الطريقة المتلى لذلك راح نقول النص مرة واحدة برك على الأقل هذه مع أنه نفضلانا نقرأ شعال من مرة يعني عندي زي سوية ونصف بالنسبة العلمين وعندي ثلت سوية ونصف بالنسبة الأدابين واللغات وعندي وقت كافي أنه نقرأ النصف ويا ربي اندي مع عشر دقائق قرب أساعة نقرأه في غردي بسم الله آآ نص راحكي عن راح ننتجوا راح ننكادري الفقرة اللي يعني فيها راح ننكادريها ونبدأ ننحل فيها هاي ركز معي شوف واش قال لي The young The young معناها الصغار The young معناها الصغار The young are the first victims الضحايا الأوائل 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 of corruption in education هما الضحايا الأوائل للفساد في التعليم And this وهذا Can effect معناها قدر يأثر The integrity and the dignity واش معناها الانتيجريتي واش معناها Dignity Integrity معناها النزاهة النزاهة والمصداقية Dignity معناها الكرامة Dignity معناها الكرامة هذا قدر يأثر على النزاهة والكرامة of the person for life نزاهة وكرامة الشخص حياتها complete As well as معناها أيضا Society at large أيضا المجتمع The social investments in future citizens الاستثمار الاجتماعي في مواطني المستقبل The social investment in future citizens هذا الاستثمار الاجتماعي في مواطني المستقبل citizens هما مواطنين يفشل قال لك Fails عندما individuals أشخاص can succeed dishonestly ينشحوا قادر ينشحوا بدون ما يستاهلوا قادر ينشحوا بطريقة غير نازيهة وبدون ما يستاهلوا and without merit بدون استحقاق Increasing the number رافعين بذلك Increasing معناها يرفع ورقة وستيلو ورقة وستيلو وكتب معي كامل الكلمات اللي راح تتعلمهم في الكلمة في النص هذا بسكور راح يتكرروا بزاف النصوص في جميع النصوص في جميع النصوص ورقة وستيلو ورقة وستيلو Increasing يرفع رافعا بذلك الرقم تاعش هذا الرقم Incompetent future leaders قادة المستقبل اللا كفر Incompetent future leaders And professionals هما الخدامة Not only ليس فقط Not only society المجتمع ليس فقط المجتمع لكن أيضا حياة الإنسان Human life can be endangered قادر تكون في خطر By معناها من طرف Fake or untrained doctors وش معناها Fake untrained doctors معناها الطباء غير مدربين ومزيفين غير مدرب ومزيف كش أقول نجح بالغش هكا نجح بالغش ولا معناها ما كانش مدرب Doctors أطباء Judges إنجينيرز مهندسين خلاص كامل هادو غير مدربين أو من طرف Poor quality scientific research أبحاث علمية للنوعية انتحة ضعيفة Poor quality scientific research خلاص كاريداوت كاريداوت الأبحاث العلمية لذلك النوعية الضعيفة كون داروها كاريداوت معناها داروها corrupt academics أكاديميين فاسدين نشحوا بالغش تخيل أنت أكاديمي فاسد رح يغش 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 بعدها يدير لك أبحاث علمية بينا بلي الأبحاث العلمية النوعية رح تكون تاحت ضعيفة تكون كاين فاسد في التعليم معناها رح يطلع علنا أطباء فاشلين غير مدربين آآ قضاة فاشلين مهندسين فاشلين أبحاث علمية فاشلة فكرة الفقرة الأولى تكمن أنه الفاسد في التعليم رح يأثر على المجتمع ويأثر على القضاة وسير المجتمع والأبحاث العلمية دروح حضرك للفقرة الثانية فقرة الثانية توجد رحمة وكادر لكم الفقرة باش تقعدوا توجدوا مركزين معايا ها هاي واش أعطاني الفقرة الزوجة قال لي مهندسين مهندسين يؤثر على ماذا تؤثر الفساد في التعليم هاد الفقرة رو يهضرنا أن الفساد في التعليم يأثر على الفقرة كومبلاير يهضر على الأشخاص اللي أظهر لها أفكت هو الفقراء 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 ليس لديهم المميزات إن قادروا نقولوا ليس لديهم إمتيازات وليس مميزات ليس لديهم إدراهم ليس لديهم العرف ليس لديهم إمتيازات خاصة ومن نساء هما الأقليات اللي هما غير قادرين بش يخلص رشوة للقبول ولا للنجاح غير قادر لديهم إمتيازات ليس لديهم إمتيازات ليس لديهم فساد في التعليم ما معنى فساد؟ في التعليم معنى ليس لديهم إدراهم ينجح إذا رشوة وينجح قال لك الفساد هذا رح يأثرع الفقراء لماذا؟ بس كم يقدروش يخلصوا الرشوة بش ينجحوا واضح في مناطق مثل رورال كاميرون ريفية ستودينت يخسروا ثلاثة أيام مدرسية في الشهر بسبب الأساتدة الغائبين هذا من الفساد؟ إنه استود يغيب وليس يحسبوش الفقراء يعانوا الفقراء أيضا الأقل تجهيزا لتحدي التصرفات الفاسدة بس كم هو فقير لا يوجد دراهم لا يوجد دراهم لا يوجد دراهم لا يوجد العرف لك ممكن يتعرض للفساد هذا الفقير ويحاوزوه من المدرسة صح؟ نقطة دائماً النقطة معناها الفكرة كملت إما القسم هذا الفاسد يقتل الطموح يقتل الطموح على الأطفال يقتل الطموح أو الأطفال بسفع لهم بسفع لهم أبليجي ليف يغادروا الأطفال كل ملك يكون فاسد كبير في التعليم معناها الطفل راح يحسروا خاصة فقراء يحسروا ما أعلم ما شدين حقهم لذلك يغادروا تعليم ويصررنا الفساد ويصررنا التسرب المدرسي كما يسموه المدرسي 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 معناها أعضاء أعضاء المجتمع المدرسي المدرسي نقدروا نقول لهم المدرسي لما عندهم شيء الامتيازات والضعفاء مدرسي مدرسي الفرصة لأنه يحقوا لحرم و مدرسي 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 معناها راح تقعد وما طرحش واضح معناها الفقرة الزوجة دايما ندي الفكرات ع ع الفقرة الزوجة الفكرة عن فقرة الزوجة راح يأثر على شكون أثر على شكون وشكون 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 خلاص ويعطيني أمثلة الفقرة التروازية بالثيرت بارغراف وش رابي يقول لي في الثيرت بارغراف خلينا نديروا شوية ليلين راكم تشوفها لا تكرر بزاف معناها مؤذية علش مؤذية؟ إن ذات أنها تشجع هي مؤذية علش؟ تشجع القبول المجتمعي معناها طفل كيشوف كين فساد في التعليم راح يكبر على أن الفساد حاجة عادية ويتقبلها في المجتمع في سن مبكر جدا كم نديروا كناس صغار معناها تراويه در علينا كناس صغار كناس صغار كنا عندك القدرة لكونا عندك القدرة لكونا عندك القدرة تكوشن تلكلامي القواعد تقب LAURA تقب uncover مدرسة كل در من قل تتكوشن تنجح أطفال قدر يتبنوا نظرة فاسدة وجهة نظرة فاسدة أطفال قادر يدو نظرة فاسدة على واش لازم منهم باش ينجحوا معناه واللي يطلع في المجتمع أنه لازم يدير فساد باش ينجح في المجتمع ويحمل هاد الافكار للمجتمع عندما في النص معناها عندما تولي حاجة نورمال ويصدر دائما تبدأ تبدأ مجددا في كل جنراتي كل جنراتي تعاود تربي الجنراتي اللي راه الجاي عليه على الفاساد كل جنراتي تربي الأطفال الجنراتي على الفاساد الداولة هادي راح تبدأ 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 ونقود في حلقة فريغة ماذا ننصحكم تركيزه؟ بوز للفيديو وبدأت تحل في الأسئلة نروحك حاول معهم يا ربي خمس طائق هذا باك باك دوميل فانتيا دوميل فانتيا وانا دوميل فاندو نظن الأدبين واللغات خلاص وهو يحكي عن الكوروبشن معناها هو ميكس بين وحدتين الكوروبشن وحدة الأثيكس والإدوكيشن سأرى الأول ماذا عندي في السؤال الأول؟ دونك راح نمحي يكامل هادو هنمحي يكامل هادو ونقعده في السؤال الأول ساي قولي أسكترولا فالس يونك بيبول اوني كتإمس اوني كتإمس اوني كتإمس خلاص الأوملي معنها الوحيدين فاك ديبلوماس are not a meanest to human life the less privileged cannot resort to corruption to succeed at school corruption in education can produce corrupt society meanest معنها threat تهديد produce معنها ينتج جماعة نفس الملاحظة اللي أعطيتها لكم في الفيديو اللي فات من حالينا وحدة safety first النوع من حاليا بأننا سأجدت في الفيديو اللي فات قلنا انه a b c d سنجدون متوتر بالترتيب في الناس معناها ا سنجدون b and and c l and dan سنجدون نجدون بالترتيب في الناس verbal a وط and a d um Winter تهديد بالترتيب في الناس واضح نحل مع بعض وما قال لي قال لي young people عفوا قال لي young people are the only victims الضحايا الوحيدين اسكو هما only victims no قال لك young the first الاوائل معناها هكين ضحايا وخد اخرين فقط ال young هما الولى معناها راح يلحقوهم الاخرين هاد الاجابة وين القيناها؟ القيناها في البدياقة راكم تشوفو ال a young are the only victims القناة في البدياقة b ما شعطاني في ال b fake diplomas معناها لديبلوم المزيفة ليست تهديد الحياة الإنسانية human life هادي وين راها؟ لو كانت تلاحظوا راها هنا تهديد في خطر fake untrained اه وش عطاني هو قال لي؟ ليس فقط السوسايتي لكن ايضا human life في خطر في خطر معناها هادي false لانه هو وش قال لي؟ ليس تهديد وهو هنا را يقول لي تهديد خطر على خطر على human life خطر على human life خلاص؟ عفوا طرازيام طرازيام قال لي لا يمكنك يلتجئ للفساد لانه ينجح في المدرسة اهل صح او خطأ؟ نجو للنص الالقطة هنا البير معناها السيرة هنا قال لي وش قال لك؟ وش قال لك؟ قال لك ما يقدرش يلتجئ للرشوة اللي هي فساد باش ينجح باش ينجح دي الالقطة هنا جماعة البي القتة هنا السي القتة هنا معناها الديارة هنا ونشوف سأعطني في الجملة مجتمع فاسد وين راوي مجتمع الفاسد؟ لو كانت باحنا ما راح تذكر لي كامل مجتمع فاسد انا قال لك مجتمع الفاسد ها بصح هنا وش قال لي؟ دورة هذه الفاسدة تبدأ في كل جنوريشن معناها في هذه الفقرة والإجابة هي true وهذه النور مبالما تروح للنص تعرف باللي الفاسد في التعليم ينتج مجتمع فاسد وهذه حاجة طبيعية واضح false false true true نروح حضرك للسؤال اللي بعده اللي بعده المهم وش عطاني هنا هاي اجاوب على هاد السؤال وش عطاني معناها اعطيني الفقرة اللي فيها الافكار الموالية مذكورة يقولي الفكرة ا في اي فقرة مذكورة اسكو واحد زوج ثلاثة الفكرة ب في اي فقرة مذكورة اسكو واحد زوج ثلاثة ضونا ماقي الفساد في التعليم مايأثر في فاق الله موكلي مايأثر في الاشخاص مايقولك truth stimulus اين هي فكرة ان traineröhن يأثر في الاشخاص ومجتمع وا 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 وا. اين هي هالفكرة? في هذا النص وش رو يحكي لي? رو يحكي لي معناها حياة الانسان تتعرض للخطر ليس فقط اشخاص. وايضا في هذا الفقرة رو يحكي لي على معناها الاجابة في هذا النص رو يحكي لي الشرق الصور لفقرة اولي أو ن국 السقوية ذات او رو لا يوجد مفيدة لتحرق ضد الفساد الأقل المتيازة لا يوجد متيازات لا توجد مكوة لا يوجد مكوة لا يوجد مكوة لتحرق ضد الفساد هذه الفكرة في أي فقرة أولا نحن الـ وين هدرنا عليهم؟ في الدوسية باراكراف وقلنا الأقل تجهيزاً بيش يتحدوا الفساد التصرف الفسادة معناها راهها في الفقرة الدوسية هادي راه فقرة الدوسية الأ فقرة برمير ب فقرة دوسية خلاص؟ هاي نروح ودركها نروح ودركها للسؤال الثالث ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ عندما الأشخاص لا يستهلو النجاح في المدرسة عندما الأشخاص لا يستهلو النجاح في المدرسة؟ جماعة هنا يعود الترتيب التسلسلي بقوة معناها راح تلق الآ في البديدة النص الآ في بديدة النص بعد البي بعد السي هذا هو النص خلاص الآ في البديدة بعد البي بعد السي نحن نكبره باش تشوفوا كامل النص جسبر ان شاء الله يكون واضح الصورة حزيد روحي في الله يفغيت نقول لكم إلا الصورة ما اشتبه لا أود رجعها معلش؟ راح تكون كاليتي شابه بزاف لذلك خمو احاول در بوص وكتب الايجابة ومن بعد ان شوف الحل معنا وشعطاني 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 هيا اقولوا لي وشعطاني كتبوا لي في التعليقات وكتب في التعليقات لازم تتفاعل مع الفيديو احاول تشوف معنا الحل هيا هيا اجمعها في كومنتر والله غير محاوله في اللايف ما يحدث؟ وش يصرى عندما الأشخاص لا يستاهلوش النجاح هيا وش يصرى؟ لا يستاهلوش النجاح راهوا في الفقر الأولى هنا عندي ثلاث إجابات صحيحة وش قادر نقول؟ وش يصرى؟ عندما الأشخاص لا يستاهلوش وش يصرى؟ تقريب الناس المتعاملين المتعاملين خلاص؟ زيد اجابة صحيحة الاكثر تأثرا بالفساد في التعليم لا تقريبا الاقتصاد صحيحة ها تم كامل إجابات صحيحة سؤال الثاني قام المتعاملين ما يفعلون؟ ما هو الأكثر تأثرا بالفساد في التعليم؟ الإجابة الأولى لقيدناها في الفقرة الأولى معنى الإجابة الزوجة لها موراها شكوني يتأثر بزاف؟ فستفتع لي مشكوني يأثر The poor and the disadvantaged سطر الأول نكتب هذه الجملة Corruption in education most effect the poor and the disadvantaged سؤال طرازية مش قال لي What are the consequences of corruption in education on poor children's future life? وش هم النتائج الفساد في التعليم في مستقبل حياة الأطفال جماعة الترتيب The A قناة هنا The B قناة هنا معنى C رو يا هنا يا هنا وين روي يحكي لعلى مستقبل الأطفال مستقبل حياة الأطفال روي يحكي هنا خلاص روي يحكي هنا وش قال لي Whether the corrupt classroom kill ambition or children forced to leave education وش رح يسرى وش هم النتائج الفساد في تعليم الأطفال The vulnerable members of society lose the opportunity to realize their dreams رح يخسروا فرصة بش يحقوا أحلامهم Lose the opportunity to realize their dreams خلاص؟ دونك سهلة بزاف نروحوا على ماذا تعود الكلمة المسطرة يا الله يا ربي عونا يا ربي يا ربي There and this This and there نبدو بthere أولا there معنى هنحوس على حاجة plural بلوريال هادي البلوريال قال لك هما their dreams أحلامهم خلاص؟ their dreams معنى أحلامهم أحلام شكون؟ آه شكون أحلام؟ أحلام هوا لحاجة بلوريال هاي لحاجة بلوريال أعضاء المجتمع lose يخسروا فرصة يخسروا فرصة بش يحقوا أحلامهم شكون؟ This can affect هذا قادر يأثر This can affect وشنو هذا اللي قادر يأثر على النزاهة والكرامة وشنو هذا؟ هاي للإجابة The young أن الصغر الضحايا الأوائل على الفساد في التعليم مدام الصغر ضحايا أوائل للفساد في التعليم هذا قادر يأثر على النزاهة والكرامة على الشخص حياتها كومبلي هذه هي الأجابة جملة كومبلي جماعة this هي أداة إشارة وليست الضمير وأداة إشارة قادر تعود على كلمة قادر تعود على زوش قادر تعود على جملة معناها على معنى كومبلي هاي this رو يقصد به هاد المعنى خلاص؟ نجاوب مش منكبروش بزاف نجاوب على هاد السؤال أولى إيكواليتي أنا دائمًا 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 وش رح ندير في تعبليفيكس ووت صافيكس الفكرة بسيطة جدًا الكلمة تعني نحوس على الروت وش هي الكلمة اللي نقدر ننحيها نقدر ننحي لها الحروف ويبقى المعنى نتاحة واضح إيكواليتي إيكواليتي خلاص؟ أفوين عفوين 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 رجعوا الشكل تعالى عادي أحا والا عندي إيكواليتي معنى هالبريفيكس هو إن نكتب هنا إن ونكتب هنا إيكواليتي لا لا نكتب هنا إيكوال وهنا إيتي لأنه إيكوال هي الروت أنيبل وشنو هي الروت في كلمة أنيبل الروت هي إيبل اللي يبقى قبل هو بريفيكس أكسبتنس وش هي الروت الروت هي أكسبت واللي يبقى بعده نكتبها في الصافيكس معناها في الطابلة وش رح نكتب؟ عفوين برك في الطابلة وش رح نكتب؟ أكسبت ولي يبقى زيادة بعد لو كتبوا في الصافيكس هنا ما عندي يوالو خلاص؟ وإيبل كنلقى الروت إيبل اللي يبقى قبل نكتبه في الفريفيكس وهنا ما عندي وعلو أنا دائما نحوس على الروت إيبل نقدر نزيد لناحيلها حورف لا لا إيبل نقدر نحيلها حورف نقدر نحيلها حورف لا لا معناها هي الروت واضح؟ هذه هي سينونيم والأبوزيت نخليكم انتوما معنا نتحهم سهل بزاف نخليكم انتوما تكتبوها لي في التعليقات احترام الذات في الفقرة الأولى واشنو هي السينونيم فرصة في الفقرة الزوجة واشنو هو السينونيم ترجمة نانسي قنقر